أنا عايز أطمن حضراتكم على فريق النادي الأهلي الفريق النهاردة بيواصل استعداداته للمباراة بمران مهم جداً وبالمناسبة دي لقطات لمران اليوم انطلق فيه تمام الساعة 11 ونصف صباحاً وكانت بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين جداً اللي دايماً بيختار التوقيتات المناسبة لمؤذرة الفريق ودعم اللاعبين وفعلاً توقيت ده مهم جداً ومحتاج جداً تواجد قيمة كبيرة سواء كيمة كروية زي كابتن محمود الخطيب أو كرئيس النادي الأهلي طبعاً وده موضع المسئولية بالنسبة له دلوقتي فأمر مهم جداً وزي ما حرقكم شايفين اجتماع أو جلسة كده واضح أنها مع بداية المران الله أعلم استمرت قد إيه هنتواصل مع زمينا العزيز كريم أحمد بعد قليل ونعرف منه كل التفاصيل كمان خلينا أقول له حرقكم أن التدريبات كانت تدريبات مهمة جداً لكن اللي عايز أأكد عليه أيضاً أنها كانت تدريبات مغلقة يعني أول خمس دقيقة بس اللي قدرنا ناخد فيهم هذه اللقطات بكاميرات قناة الأهلي بناء على تعليمات الكابتن سيد عبدالحفيز ومستر رينيه فيلر في إطار الحفاظ على التركيز الشديد للعاب النادي الأهلي قبل هذه المبرأة واضح جداً وهو زي ما حرقكم شايفين في الصورة أنه كان فيه كلام ما بين رئيس النادي وما بين اللاعبين والحديث عن المرحلة اللي جاية وهنسيان كل ما حدث خلال الفترة اللي فاتت لأن اللي قادم فعلاً Britain هو الأهم اللي قادم واقعياً هو الأهم بالنسبة لفريق النادي الأهلي لأن البطولة اللي حنكملها دلوقتي دي اللي حنت�도 من يوم السبت هي البطولة بينتظر لكل جميع الأهلي في مقابل بطولة الدوري إحنا الحمد لله إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة جداً إن شاء الله حسننا البطولة بنسبة كبيرة فالتدريبات ابتدت طبعا تدريبات بدنية وتدريبات تكتيكية تدريبات فنية مهمة جدا أكيد على منظر المراني اليوم بخلاف طبعا استعدادات وبعض الفقرات التكتيكية اللي ممكن يكون ركز عليها مستر ريني فيلر أيضا كان فيه محضرات فنية محضرة فنية للعبين للحديث عن مواجد سوندونز وده الطبيعي واللي بيحصل دايما من قبل المدير الفني للحديث عن نقاط القوة والضعف عند كل فريق حتقابله خلال الفترة اللي جاية ما بقى لك بقى فريق بإمكانيات سوندونز خلينا أقول لكم كمان أن فيه اتجاه أو يعني دراسة دراسة للدخول في معسكر مبكر استعدادة لسوندونز يعني المعسكر يبقى 48 ساعة أو 24 ساعة لسا فيش قرار نهائي بهذا الخصوص لكن أقول لكم التفكير بيبقى إيه فيلر كمان هيبقى بكرة عنده مؤتمر صحفي عشان يتكلم عن هذه المباراة احنا عارفين دايما مؤتمر صحفي بيقابل مباراة بيوم لكن زي ما حرقوا عارفين أيضا أن مباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة لأستادة الكاهرة ومباراة الأهلي يوم السبت أيضا لأستادة الكاهرة فبالتالي بكرة الخميس هيبقى يوم مليئ بالأحداث في استادة الكاهرة سواء فيما يتعلق بمؤتمرات صحفية للاربع فرق بقى أهلي زمالك سوندونز ترجي تمام عشان يوم الجم حفظا حيبقى المباراة بتاعة الزمالك والترجي فمستر ريني فايلر بكرة حيبقى ليه حديث مع الأعلمين ومؤتمر صحفي هام جدا الحديث عن كل الجوانب والاستفسارات الخاصة بالصحفيين والأعلمين بخصوص المباراة أمام سوندونز طيب كمان الأهلي بيبدأ التجهيز لإجراءات رحلة جنوب أفريقيا وبالمناسبة بنسبة كبيرة جدا الأهلي حيسافر بدري قوي يعني مباراة تتلقى بيوم السبت الأهلي بأقصى تقدير أقصى تقدير حيسافر يوم الاثنين يعني حد إن لم يكن يوم الحد كمان حيسافر النادي الأهلي لسه برضو المعاد النهائي ما تمش الإعلان عنه من قبل المسؤولين في النادي الأهلي فيما يتعلق بتذاكر مباراة سوندونز يوم السبت خلاص تذاكر كلها نفذت زي ما أعلنت شركة تسكرتي قبل انطلاق المباراة بـ 72 ساعة